كيف ترى محاولات إسرائيل في الوقت الراهن تقليص دورة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية من خلال وقف تحويل أموال السلطة الفلسطينية وتشريع بؤر استيطانية جديدة في الضفة؟ ده مسألة من زمان عمليات نصب هذه عمليات نصب وضغط يعني سخيف أنتوا اتفقتوا مع الفلسطينيين في أصله أنكم وهم اللي أصروا على ذلك أنتم اللي حتجمعوا الضرائب الفلسطينية وتدوها للفلسطينيين قالوا ووقعوا طلعوا بقى لك لا إحنا ناخد كوميشن أولا ناخد عمولة قد نمرة واحدة نمرة اتنين لا ده أنتم بتدفعوا منها نفقات أو معونات للأسرة وأسرة الأسرة اخصمي ده كمان نمرة ثلاثة ده احنا عملنا لكم مش عارف ايه تفكرين الطريق اللي رصفناه في الحتة البنية اخصم يعني شغل واحد مش عارف يصفه ايه يعني مش ألا أريده أن أصفه إنما في نصب في العملية دي بس خلاص يعني بهذه البساطة ما فيش صفة أخرى دعت القمة العربية الأخيرة التي عقدت في البحرين العقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة كافة الأطراف المؤثرة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ما رؤيتكم لهذا الأمر وما هي فرص عقد هذا المؤتمر في ظل حالة الاستقطاب التي يشهدها النظام الدولي القائم طبعا النظام الدولي القائم مشغول شوي مش ده وقته ثم ايه موضوع المؤتمر الدولي إذا كان حيطالب زي ما أي حد بيطالب وأي قرار بيطلع لا مؤتمر الدولي ده ورقة يجب أن تكون مدروسة جيدا وأن يعقد حينه يجب أن يعقد وليس قبل ولا بعد اللحظة المناسبة وأنه العرب يكونوا على قلب رجل واحد في موقف واحد مش بقى حد حيج يضغط لنا ويتحك لنا ويعيدنا في واحد يقوله آه ليه لأ وده قالهم الشاب مش عارف مين من أمريكا يتكلم لا عرب موقف واحد موقف واحد لا اهتزازة فيه أنه إحنا بنطالب بدولة فلسطينية إذا ما حصلش الدولة فلسطينية يتوقف أي سياسة إذا إسرائيل إحنا قبل أي مؤتمر دولي ما أسنك تقديم مؤتمر دولي ويقويق والناس طلعوا قرارات نعم ده كلام دي بقى يضعت وقت وانا فقط لا لزومة لا موقف عربي واحد بيقول أنا بادعو لهذا المؤتمر عشان أعمل إيه وفي حالة أنه ما يحصلش حاجة أنا هعمل إيه لا بد أن يكون المؤتمر الدولي ده بناء على دراسة وأول الدراسات دي والقواعد العمل أن نتفق عربيا على موقف واضح جدا هيحصل كذا حنعمل مش هيحصل كذا حنعمل كذا ده كلام السليم ولذلك مجمل القول بقولك أنه مش دوات المدولة والعلم الأمين العام لأمم المتحدة تتكلم عن المدولة إنما لم يدعو إليه لأنه اللحظة لا تزال غير مناسبة هل ترى أن مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 ما زالت قابلة للتطبيق خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو؟ ما فيش حال غير ده إحنا قلنا فيه التطبيع مستعدين له الاعتراف مستعدين له والتعايش مستعدين له إذن كل ما تطلق والاعتراف بإسرائيل يعني إحنا خلاص ما بنقولش إنه إسرائيل مزعومة لا موافقين على وجود إسرائيل إنما كمان في دولة في حقوق شعب فلسطيني في احتلال يجب أن ينتهي في لاجئين يجب أنه عليكم في عاصمة يجب أن يعترف بها في وفي وفي المبادرة العربية هي المبادرة المتوازنة الوحيدة القائمة عايزين حاجة غير كده يعني نخلي المبادرة العربية تخدم إسرائيل أكثر ما تخدم الفلسطينيين ما أزودش نحد إحنا أحد فينا يجرؤ على الموافق على هذا